بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة أما بعد يا أصدقائي انفجارات كبيرة هزت مدينة تعز الحبيبة تعز الحالمة قبل ساعتين ثلاثة من العام نتيجة انفجار مخزن أسلحة والكارثة انه هذا المخزن موجود في طابق داخل مبنى سكني عمارة سكنية أربع عصابات حتى الآن سأعرض لكم الآن كافة الفيديوهات وسأروي لكم الأخبار كما وردت في الصحافة المهارية وصحافة جنوبية أخرى عشان لا تقولوا أيمن اللي بيجي تعرفين احنا اليمنيين صار عندنا حساسية صارنا نتحسس نتكلم على أي منطقة أصحابها يتحسس وأقرأ لكم الأخبار بالنص طيب تعالوا يا أصدقائي نقرأ الأخبار كما وردت نصا دعونا نبدأ من المهارية انفجار ضخم يهز مخزن سلاح للجيش في وسط المدينة شهدت مدينة تعز مساء اليوم الأربعاء انفجارا ضخما بالقرب من ساحة الحرية في وسط المدينة وقال مراسل المهارية أن الانفجارات المتتالية استمرت لمدة عشر دقائق كاملة وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي التقطها المواطنون تطاير القذائف من المخزن بشكل مكثف وأفاد شهود عيان أن الطريق المؤدي إلى المنطقة كان مغلقا منذ ظهر اليوم مما أثار التساؤلات حول سبب الإغلاق قبل وقوع الهادث ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين إلى حين كتابت هذا الخبر حتى الساعة السادسة وأربعين دقيقة ولكن الآن قبل قليل تم التأكيد أنه في أربع مصابين حتى الآن دخلوا إلى المستشفيات نتمنى لهم السلامة أما تعز يمني بريس فقالت أنه الانفجار هذا وقع داخل عمارة سكنية في منطقة صافر ساحة الحرية وسط المدينة وأكدوا سقوط قتلى وإصابة عدد من سكان العمارة بجروح بالإضافة إلى وقوع أضرار بالغة بالعمارة والمنازل المجاونة جراء الانفجار وسط هلع كبير في صفوف الأطفال والنساء إذن هذه ملخص الخبر حتى الآن لما تقرأ الخبر طبعا حسب المنصة هي تبع أي طرف في البلد تهديه ولا تحميه ولكن الواضح حتى الآن أنه هذا انفجار مستودع أسلحة داخل طابق في مبنى سكني الكارثة هنا هي أنه الانفجار هذا داخل حي سكني وداخل مبنى سكني يا جماعة يا من أشهدنا بالمنطق بالعقل مخازن الأسلحة الرسالة هذه تكون الأطراف مخازن الأسلحة هذه تكون خارج المدن بعيدة عن المواطنين بعيدة عن المدنيين السكان القواعد العسكرية هذه المعسكرات تكون خارج المدن فاهمين إحنا أنه في أشياء موجودة من 20-30 سنة صعب تفككها في ظل الوضع الحالي مفهوم ولكن استحداث مخازن أسلحة وسط أحياء سكنية راه هذه كارثة العالم كل دول فيها قوانين ما يتبني معسكر إلا على بعد 300 كيلو متر من أقرب مدينة عشان ما تعطي حج العدوك أنه يضرب مدنييك في وقت الحروب تشوف العالم شوف الكيان شوف روسيا شوف أوكرانيا شوف أمريكا شوف سويسرا يبنو ملاجئ نووية تحت الأرض لكل السكان سويسرا فيها ملاجئ تكفي لاستيعاب الشعب كامل وكذلك الكيان إحنا في بلادنا ما يعمل لك ملاجئ للأزمات ولا يسيبك في حالك يجيب لك المخزن الأسلحة جم براسك بالتأكيد نتمنى السلامة لكل إخواننا وأهلنا وأحباءنا في مدينة تعز الحالمة وإذا كان هناك ضحايا وفيات فنسأل الله لذويهم الصبر والسلوان وأنا تمنى أن لا يتكرر هذا النوع من الحوادث وإنه إن شاء الله بعد ما تنتهي الأزمة اليمنية هذه أن الأطراف تقود على طاولة ونشهد مصالحة لملم كذا زيتنا في دقيقنا نشهد خطة وطنية فعلية بعد انتهاء حرب اليمن هذه بشكل نهاي أن المعسكرات ومخازن الأسلحة هذه تنقل إلى خارج المدن تمنياتنا للجميع بالسلامة أصدقائي في ختام هذه الحلقة لكم مني تحيانا ريمان القاسمي دمتم بود وسالمين جميعا